النبي أشار أن لا تلدوني كما مر معنا بالأمس وعائشة خالفت رغما عن رسول الله ورغما عن أمر رسول الله ونهيه هذه علامة منافق أم لا الذي لا يقيم وزنا لأوامري ومناهي النبي ونواهي النبي صلى الله عليه وآله أيكون منافقا أم لا هذه علامة من علامات النفاق يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق علامة أخرى من علامات المنافق عائشة خرجت على علي عليه السلام هذا بعد قمة البغض منتهى البغض هي أساسا تقول في بعض الأحاديث تقول لا جرم لا أحب علي أبدا ما أحب أبدا ما أحب كانت تتآمر على علي بروايات معتبرة تاريخية صحيحة عند أهل الخلاف أنهم كانوا يأتمرون في بيتها في مكة لما راحت إلى مكة بعد مقتل عثمان طاغية ثالث وكان القوم يسبون علي في محضرها ولا تنهاهم وذات مرة نقلت لكم كذلك رواية معتبرة عند أهل الخلاف أنه كان جماعة جالسون عندها وقد نالوا من علي وعمار بن ياسر فدافعت عن عمار وأهملت علي يعني قالت أبو اليقضان سمعت رسول الله قال مثلا أنه يا عمار تقتلك الفئة الباغية بس علي بن أبي طالب أصلا يعني قبلت بكلامهم نيلهم من علي وتجرؤهم عليه وسبهم له وهذا كاشف عن ماذا عن بغضها له فإذا لم تكن هذه آية للمنافق فأي آية هي إذا لم تكن هذه علامة المنافق فأي علامة للنفاق إذن إذن هذه الشبهة لا ينبغي كذلك أن يتمسك بها الحقائق تفيد أن عائشة وحفصة قتلا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من أبي بكر وعمر استبعاد ذلك من أجل الأهواء لا محل له في مثل هذا المقام سيما مع ورود أخبار رواها الثقات عند الأهل الخلاف فيها كما يقول ابن حزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي وإلقاءه من العقبة في تبوك إذا كان هؤلاء مستعدين لقتل النبي في تبوك فلماذا يستبعد منهم أن يقتلوه في المدينة المنورة الأمر هو الأمر زين نأتي الآن إلى بعض من التساؤلات التي قد تكون قد انقدحت في بعض الأذهان حيال هذه المؤامرة وهذه الحادثة الأليمة التساؤل الأول أنه إذا كانت المادة التي وضعت في فم النبي صلى الله عليه وآله مادة سمية كما تقولون فأنتم رويتم أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما أفاق قال لا يبقى أحد في البيت إلا لده وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكن معنى ذلك أن النبي عقاباً لمن لده أراد بأن يسقيهن جميعاً من هذا من هذه المادة من هذا اللدود ذاته ونحن لم نجد أن عائشة وصاحبتها أو صواحباتها قد متن من وراء هذا اللدود فمعنى ذلك أن المادة لم تكن سمية فما الجواب؟ الجواب أنه لا ينبغي أن نغفل أن هذا الحديث من الذي روته أصلاً؟ عائشة فلا حجة في هذا الشأن إنما أخذنا هذا الحديث كقرينة على صدق الذي روي عن أئمتنا عليه السلام أن هذه المرأة قد سمت النبي صلى الله عليه وآله لما فتشنا في مصادر أهل الخلاف وجدنا قرينة هي حديث اللدود أما لا نسلم بكل تفاصيل حديث اللدود لأن الراوية هي المتهمة بقتل النبي وهي التي حتى تفسر للناس أنه ما سر هذه المادة التي وضعتها في فم النبي صلى الله عليه وآله حتى تفسر ذلك ادعت وزعمت أن هذه المادة لدود ثم زعمت بعد ذلك أن هذه المادة نحن أيضاً سقيناها ولم يحصل فينا شيء لا يمكن أن نأخذ بذلك المادة هي مادة سمية ولكن لما لم يحصل شيء في عائشة ومن معها فواحد من أمري إما أن النبي صلى الله عليه وآله أساساً لم يقل لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكن يعني يكون هذا كذباً على النبي صلى الله عليه وآله من قبل عائشة حتى تبدد التهمة عنها حتى تقول أنه كائحنها من نبي قال لنا أنه كل واحد فليلد ولددنا ما صار بينا شيء فإذن مو مادة سمية حتى تبعد التهمة عن نفسها إما أنها كذبت أن النبي أصلاً أمر بمثل هذا الأمر لأننا لا نجد مثل هذا الأمر في روايات يا إمتنا عليهم الصلاة والسلام وإما الاحتمال الثاني وهو الأقرب أن النبي أمر لكنهم لم يمتثلوا إذا النبي أمر بأن يأتوا له بكتاب حتى يكتب وممتثلوا والنبي نهى عن أن يلدوه ولم يمتثلوا أشار إليهم أن لا تلدوني ولم يمتثلوا تريد أنه بعدما بدأ يحتضر وحينما أفاق وأمر بأن يلدوا يمتثلوا هذه المرة ولا يمتثلوا المسألة واضحة هم المجرمون وهم لا يمتثلوا شيء واضح ما عندنا دليل قاطع يمكن الركون إليه على أنهم بالفعل تناولوا هذا السم دليل من غير طريق عائشة مثلاً وقاطع يكون يمكن الركون إليه يمكن الإطمئنان إليه أنهم قد تناولوا من هذه المادة عينها ولم يصبهم شيء ما عندنا هكذا شيء فإذن خذ بأي من الاحتمالين المهم هذا لا ينفي أن المادة كانت مادة سميت هذا هو أصل الموضوع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر